بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن الرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سبا ومن خلفهم سبا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بن غليب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا من أرجمنكم ولا يمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إيرد من الرحمن بذل لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فبداهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكه يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذويتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ مغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الغلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يمجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى الأجداء فيما ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لم نرسم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبدعون سلام قولهم من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اشلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصلون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر عمايا بذيلة إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أمعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكلون واتخذوا منذون الله آلهة لعلهم نصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحذنك قولهم إنا معلم ما يسرون وما يعلمون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من متفة فإذا هو خصي مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العطام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أموت منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بآ وهو الخلاق العليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر